مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم الأحوال الجوية المتوقعة حيث نتوقع انخفاض قليل وتدريجي على درجات الحرارة اعتبارا يوم غد الأحد لكن تبقى أيام الأحد والاثنين درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل وأيضا تظهر السحب العالية والمتوسطة مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري شاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تبين درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستتأثر اعتبارا من يوم الأحد والاثنين والثلاثاء بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد ورطوبة أعلى وبالتالي سيطرق انخفاض تدريجي على درجات الحرارة بحيث يكون الانخفاض واضحا يوم الثلاثاء أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء تقريبا صافية مع ظهور بعض الصحوب العالية ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 9 درجات في حين أن الرطوبة النسبية مرتفعة بحدود حوالي 80% أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة ثلاثة أيام القادمة اعتبارا يوم غدين الأحد يبدأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة لكن يوم الأحد تبقى أعلى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 4 درجات الحرارة العظمى بتكون بحدود 16 الأجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا والصغرى بتكون بحدود 9 درجات مئوية الاثنين انخفاض آخر على درجات الحرارة تبقى على من معدل بحوالي درجة إلى درجتين لكن بتكون الأجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا وأثناء الليل انخفاض آخر بحيث تكون الأجواء باردة والصغرى بحدود 6 درجات مئوية أما يوم الثلاثة يوم الثلاثة حيث ستتأثر المملكة بمنخفة جوي وكتلة هوائية باردة وبالتالي يطرأ انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة الأجواء رايح تكون يوم الثلاثة باردة وغائمة وماطرة درجات الحرارة شيء طبيعي أن تكون أقل من معدلاتها العظمى المتوقعة بحدود 8 درجات والصغرى بحدود 5 إلى 6 درجات مئوية أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الأماكن المختلفة من المملكة نبدأ في المناطق الشمالية حيث إربد يوم غادر الأحد بتكون الأجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا العظمى 18 والصغرى 10 عجلون 18 العظمى والصغرى 8 جرش 20 إلى 10 والمفرق 18 إلى 7 درجات مئوية المناطق الوسطى البلقاء 17-9 مأدبة 16-9 عمان 16-9 البحر الميت أجواء دافئة 23-15 والزرقاء 19 إلى 9 درجات مئوية أما المناطق الجنوبية أيضا انخفاض قليل على درجات الحرارة لكن تبقى أعلى من معدلاتها الكرك 18-10 الطفيل 16-9 الشراح 15-8 وإمعان 20-10 والعقبة 26 إلى 14 درجات مئوية أما المناطق الشرقية المناطق الشرقية دافئة نهارا باردة ليلا الأزرق 20-9 الصفاوي 19-8 والرويشد 18 إلى 7 درجات مئوية مشاهدين شكرا لمتابعاتكم ونترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر